السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل ترموا وانتوا بخير نبدأ مع بعض في أول يونت معنا بالنسبة لي برايماري سري الصف الثالث وقبل أي شيء لازم اللايك الجميل والدعوة الأمر زيكم والكومنت جميل زيكم وندوس على زر الجرس عشان أي فيديو جديد ينزل برايماري سري تضق الفاب وتتفرج عليه على طول طبعا أول حاجة كما احنا عارفين أنه عشان أقرأ بالذات احنا في صف الثالث تمهيدا للصف الرابع الطفل هو اللي لازم يقرأ الكلمة الوحده أنا مقسمة الترم ده إن الوحدة تتخذ على فيديوهين أو ثلاثة عشان خاطر الكمية كبيرة والطفل ما يزهقش من الفيديو يعني النهاردة ناخد مع بعض كل الكلمات الخاصة باليونت في فيديو واحد يبقى الكلمات في فيديو والجرامر بالتدريبات بتاعته فيديو والأسئلة في فيديو بالصف الثالث تمام يلا بينا نقرأ طبعا زي ما أنتوا عارفين من الترم الأول إنك علشان تقرأ أنا ما بساعدش الطالب غير في تقسيم الكلمة ده لو مش متأسس في الصوتيات لكن لو هو محتاج إزاي يعرف يقسم يعرف القعدة إمتة سي سي وإمتة كي وإمتة إزاي يقسم وإمتة إيه المقلمات اللي بتنتقشها بالذات إن الصف الثالث مليان قواعد صوتيات يبقى لازم معاه زي ما قلت كتب الكورسات بتكمل إيه المنهك كل مرة وكل فيديو لازم أقول الموضوع ده لأن أنت يومما ما تحتاجي قعدة معينة هتحتاجي صوت معين تعرف الحروف المركبة تعرفي إمتة بيونتك كذا وإمتة بيونتك كذا وإمتة الحروف السايلنت كل ده موجود في الكتب العبقرية خاصة كتاب الصوتيات اللي فيه كل القواعد فيه كتاب واحد تخيل يلا بينا هنبدأ في القراية مع بعض يلا بينا إيه نقسم الكلمة إيجبت إيجبت وكما أنتم متعودين بقول لكم اقفل الفيديو اقفل الفيديو ويشوف نطق صح أو غلط تمام إيجبت مصري يبقى مصري إيجبت يبقى مصري إيجبت تي اي اي بتنطق معانا ش ش مصري وفيه قاعدة بده تلاقى في الصوتيات بتقولك إن سي اي اي سي اي او يو تي اي اي تي اي او يو تبقى إيجبت إيجبت فرنسا فري أنا بقسم لك أو بساعدك فرنس مقطع واحد لأن فيها متحرك واحد وفيه عندك درس ايه تقسيم المقاطع الصوتية في كتاب كريزي انجليش وليه في آخر الكلمة لا تنطق بقت فرنس طيب فرنسي فرنش فرنش أماريكا 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 متقسمة أربع مقاطع أماريكا كل مقطع فيه متحرك طيب أماريكا 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 تقسيمات المقاطع والنيئرة الواحده دي بيتحفظوا الكلمة ما بيكتبهاش كتير عشان اللي هينطقوا هيكتبه يلا السين تشاي ونا تشاينا تشاينا سيني تشاي نيز وليه في آخر الكلمة لا تنطق تشاي نيز وير أين اله لا تنطق لو قبلها دابليو وير من من صديق أطفال سيد هابي اخبرني قولي حاجة أخرى أجان منزل هاوس أهلا سيد 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 لما يكون لدي حرفين متحركين بانطق الأولاني باسمه فبالتالي هنا عندي دابل اي باسمها هير من فضلك شكرا شكرا نكمل كلمة واجبات ميالز سيد 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 م bus م صف واها بقت تكتبني و تقريني دولة country و جمعها في قواعد الجمع في كتاب كريزي انجليش التاني هتحذف حرف ال y و تحط مكانها countries بانطالون trousers trousers فستان dress وردة flower عائلة family الفول والفلافل الفول والطعمية فول فلافل خبز bread شعرية noodles نودلز 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 رسالة جات لي message انا جات لي message على التليفون message لعبة game شقة apartment اهي تقسمة تمامي السمر اه apartment ثم بعد كده عملت لكم تجميع الافعال اللي هلتوا لسنز دول والفعل يجد find الماضي منها found يرتدي where يشرب drink يأكل eat يملك have find found where drink eat have يلا نكمل لسا التجميع طويلة تمام هنا عندي اس ال داختصار لكلمة american sign language يبقى عندي هنا american sign language يعني هنا جيمة نطقتشي american قرناها ورا sign اجي مش هتكنيت ادي language language يبقى american language او american sign language يعني لغة الاشارة الامريكية واختصارها اس ال طيب صباح ادي ما ديوا عرفنا من primary 2 morning ما سيء evening بالليل الجي اتشي برضو قاعدة صوتيات بتقولك لا تنتق في نص الكلمة night بعد الظهر after noon afternoon قبل be before before we'll leave اخر الكلمة silent كتابة w silent بيت writing writing كراءة reading reading عربي Arabic Arabic English English الماني German 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 ليه نقطقة G ارجع لي كتب كريزي انجليش الصوتياتها تعرف اني G بتنتق G لو جي وراها اي زابط من التلاتة اي او اي او واي بيقولها هزبتي مكانك هتفضلي زي من تي جي بقي جير من جير من فينون او رسم artist جغرافيا جي جي جرافي جي جي جرافي بصت تقسيمة جي برضو اتنتق جي عشان وراها الظابط اي جي جي جرافي جيو جرافي حساب math math نطقة سيه كده math math موسيقى music music موسيقى لسه قاعدة الصوتيات بص القواعد بتقرر ازاي وكتر التقرار بيعلم الشطار القواعد جديدة ازاي مادة الدراسات الاجتماعية اللي بندرسها cia بتنطق بقت social 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 studies social studies social studies زي ما انتو شافين الكلمات تقيلة وطويلة فهي الاراية بتخليني اكتاز الكلمات دي بنسبة يعني مليون المية social studies البي اي دي اختصار مادة الالعاب التربية البدنية physical education تي اي اي ري الساقلينش يبقى physical هيبص بقت سهلة زي لما تقسمت اتقراها الواحدة وعلى فكرة كل اللي اتقراها هيكتب فبالتالي تقدر تكتبها كمان مش تحفظها شافه بس بقت physical physical e على فكرة نقدر اعمل ال e الواحدة مقطع بقت e والدول وحدة مقطع ed والk الواحدة مقطع k والمقطع shan في الاخر او education education بلاش education no it's education يبقى physical education physical education very good طيب يلا بينا عندي هنا في شوية كلمات الفعل بالاسم بتاعه يبدأ مدرسة start school خلصت المدرسة finish school يعني خلصت اليوم الدراسي بتاعي do homework بعمل وكبي do homework تمام عايز اقول عندي حصص بيانو have piano lessons الاو لما يجي وراها ال n في قعدة صوت ياب بتقولك ما تنتقهاش تمام piano lessons تمام يبقى musical instrument نادي club كرة الطائرة volleyball ايام الاجازات days of ايام الاجازات اقول day of بتاعي يعني اجازتي day of بتاعي يلعب play 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 يلعب يعني play لسه اميس اه طبعا لسه دي الوحدة كاملة وهي الوحدة ستة دروس قبل before عايز اقول اعملت حاجة قبل حاجة before وال i في الاخر silent بعد after 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 ثم then then مقطع واحد كده من ال w silent لو بعدها h هنا عندي العكس بقى في استثناءات القعدة who كلمة او or حوالي around around من الى from to الاخرون the others the others the others okay في الصباح in the morning بعد الضهر in the afternoon عند الساعة السامنة عزول التمانية بعد الساعة تمانية at 8 o'clock في المنزل at home يوم الجمعة on friday يوم الأحد on sunday اهوة coffee coffee كوب زجاج glass 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 bill 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 كراءة reading reading ينهي او يخلص حاجة finish finish نيجي باع العملات dollar زي ما هي dollar بيت في النور of خاتم ring ضابط police 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 officer police بتأسمع police ودي officer police officer police officer يتحدث speak لأن because 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 لأن قاهرة كيروم يعيش live يعمل work work عمل لكم تجميعها حلوة للأفعال بتاع تليونت كلمات كثيرة بس ما تلاقوش كاملوا الاخر الفيديو اقول لكم تعملوا فيها ايه بالظبط يلا يخبر tell فيين اللايك وانت بتتفرج كده على الفيديو ممكن تضعوا like please يشكر thank يشرب drink يأكل eat يملك have يجد شيء find يرتدي wear يكتب write يقرأ read يبدأ start ينهي حاجة ويعني يخلص حاجة finish يفعل شيء do يلعب play 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 يتحدث speak يعيش live يعمل work في فعلين كمان او عندي الفعل يشتري buy يبيع sell يبيع sell يشتري buy والماضي منها اليو والجي والإتش silent بقى الماضي من باي بوت الماضي من باي بوت لسه في تكملة الكلمات العملات فلوس money عملة currency currency ده الظابط واي عشان كده نطي قطسي زي ما هي currency جنيه bound القرش القروش piaster piaster يورو cent زي ما هي cent دي كلها عملت dollar يوم يوان والجاو محل لعب toy shop محل store أسعار prices 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 عناصر items items إنسان قالي رو بوت روبوت أشياء things تقسيمات تقسيمات كما كانت الكلمات كثيرا خريطة map عالم flag flag where are طبعا أنتو عارفين أنا أجمع لكم أهم الجمل فلا فيش أنسب من بعد الكلمات تخليه حط الكلمة في جملة إزايا مستمر عندكم سؤال أنا بحبه جدا معينا في الكتاب وده هحله معاكم في التدريبات اديتك مثلا كلمة وأختارك كلمة اللي أنا عاوزاها c مثلا الفعل drink وبقولك حطيه بجملة وولد بيشرب بتقولي مثلا سيبيه هو ليألف الجملة بالعربي i drink juice يبقى كده هو ألف الجملة وكتبها سيبيه هو ليألفها أخطف له مثلا كلمة 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 bound جنيه bound جنيه هقول مثلا it's a bound حتى لو ألف جملة سهلة يا مستمر مش لازم أقولك جنيه في ميت قرش بالضبط مش لازم تدي له جملة المناج يبقى كأنك بتحفظيه سيبيه يطلع من عنده هو عندي هنا مثلا ميلز وجبات ممكن أحطها في إيه أنا بتناول ثلاث وجبات i have three meals يبقى سيبيه ليألف الجملة بالعربي ويعملي معاه لعبة السور لدي له السور زي ما كنت بعملها معاك ويبص على الصورة ويكتب جملة على الصورة اللي قدامه فدي حاجة جميلة جدا وأنا بعمل عليها جمل زي ما انتو شايفين عدد الجمل اللي أنا بعملها ما تقلقوش كل المنظر اللي انتو شايفين ده يبقى بإذن الله متوفر معاكم في كتب المناج اللي هتنزل ترم جديد بإذن الله where are تمام أين أنت where are you from أين تعيش أو أين بلدك معذرة where are you from نحن نقول من we are from مجمعالكو طبعا برضو أهم جمل المنهج تبدي بنستفاد بها في إيه طبعا بتستفادي الكلمة لما بتتحطي جوه جملة مفيش أروع من كده حاجة تثبتها تمام يبقى my father's friend صديق أبي عايز تحفظ جملة وما تنسهاش دايما نحطها في جملة عايز أقول منزل وان ده اسمه ولد يعني وانز house هتطلع بصرف اس الملكية يلا قيرا معاك جمل دي كده عشان تثبت بقى الكلمات ها هم أطفاله هنا هنا are his children يكون أطفاله مرحبا بكم في مصر welcome to Egypt أنا سعيد بوجودي هنا I am happy to be here يلا ايها tell me بلغني please من فضلك وسيبي يقرأ هو لي ترجم يقرأ ويترجم يبقى استفاد بحفظ الكلمة والكلمة عملت القرر في جمل كتير وكمان استفاد بالترجمة وكمان استفاد بكتابة جمل فالفكرة امشوا روية تأسيسوا منهج الموضوع رائع مع بعض شكرا شكرا أنا صيني he is wearing trousers هو بيرتدي بانطلون she is wearing a red dress هي ترتدي فستين أحمر he eats cookies هو بيأكل كاك they drink hot chocolate هو ما بيشربوا وانت تقدر عفكة تعمل جمل غيري أنا بديك أمثلة اوعى تحفظ جمل سيبك انت اللي تألف I have a cup of cake أو I have a cup of tea أنا بتناول فنجان من الشاي علي has milk علي بيتناول الحليب what do you have ماذا تتناول for breakfast علي الفطار they are happy هما يكونوا سعاداء my family have بتتناول full for breakfast علي الفطار الجمل برضو بتخليك شاطر في سؤال arranger لانك بتكون الجمل عدت عليك قبل كده يعني بتحل ستة أسئلة أو سبعة بفضل اكتبت الجمل غير حفظ الكلمات وعدم نسيانها they are happy هم يكونوا سعاداء we have chicken for lunch نحنو نتناول الدجاج على الغداء we have cheese احنا بنتناول الجبنة and the egg will be it for dinner علي العشاء we have school on Saturday morning احنا عمدنا مدرسة يوم السبت الصبح we don't have school on Fridays وما عمدناش مدارس يوم الجمعة ودي كانت أمثلة عن أهم الجمل اللي ممكن تديها ولسه فيه تانية من السمر آه لسه فيه طبعا بتتكلم عن العملات زي we have school on Sundays أفكار كتيرة من الجمل بس تعالوا قلقوا جمل العملات المهمة زي one pound الجنيه is ديها تحتاجوها يكون one hundred piasters يعني فيه 100 قرش in France وفي فرنسا our money العملة بتاعتنا is the euro اللي هو اليورو طيب وبيقول لنا ان one euro اليورو الواحد is one hundred cents فيه 100 cents طب ايه عملة الصين مرتبها لكم الجمل عشان لو عصتوها فرتب in China في الصين our money is the euro and this is euro is the euro and one euro is one ten jou in America one money is the dollar وفي امريكا العملة بتاعتهم the dollar تمام أوك one dollar is one hundred nineteenth زي ما انطو شايفين دا كان الطلخيص لسه في الأسئلة وتدربات كتيرة جدا جدا جددا جدا جددا جدا جددا جزا جدا 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 جزا جدا 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 كلها جدا 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 كتا جدا 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 أج Britney غير تجميع ريئة رانجراتب بإذن الله مش أبخل عليكم الكتب على السنة الجديدة عشان عارفة أنتم محتاجينها أكتر من أي حاجة وبتسهل الدنيا عليكم لو عجبكم الفيديو التجميع عساها بتسهل عليكم حاجات كتير وما تنسوش أني لازم تطلعوا في الترم التاني عارفين مضارع بسيط مضارع مستمر الماضي البسيط وياريت من المستقبل وقواعد الصوتيات وده اللي بيكمل كتاب التأسيس خلي بالكما بيبقاش ضغطة على المنهج ولا حاجة بالعكس عشان لو كان اعتقادك أن كتب الكورسات كتيرة مع المنهج دلوقتي هي بتكمله وبتسهله وبتبسطه